متابعين قناة الادوات المنزلية عايز ارحب بيكم بفيديو النهاردة طبعا الفيديو ده هتشوفوا معي من خلاله منظمات وادوات واختراعات وحيل وافكار جميلة جدا ما شفتهاش قبل كده كل الحاجات دي هتوفر عليكم المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندكم في البيت وكمان هتساعدكم على استغلال الوقت والجهد بحيس انتو تقدروا تستفيدوا منهم في حاجات تانية وكمان هتساعدكم على تنظيم وترتيب المطبخ والبيت عندكم بشكل اسهل وافضل بكتير فيلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض بس قبل ما نبتدي الفيديو لو لسه مشتركتوش معايا في قناة الادوات المنزلية اتمنى انتو تنضموا لينا ودعا عن طريق الضغط على زر الاشتراك واتمنى كمان انتو تفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة باذن الله فيلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا دلوقتي ونشوف ايه هي الادوات اللي موجودة معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها وفي نهاية الفيديو كالعادة حكلمكم عن الطرق اللي تقدروا من خلالهم ان انتو تجيبوا كل حاجة انتو محتاجينها لبيتكم ولمطبخكم في البداية معنا المشابك الصغيرة دي اللي بيتوفر فيها مغناطيس فبالتالي تقدر ان انت تثبتيها عندك على التلاجة وتقدر ان انت من خلالها تقفلك مختلف الاكياس الصغيرة واللي بتبقى موجودة عندك سواء اكياس التوابل او اكياس الشبسي او مختلف الاكياس وبعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم بشكل دائري تقدر ان انت تلفيه وتنظمي جوه منه الزيوت او الصصات او التوابل زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو وبياخد معاك كمية كويسة جدا من مختلف لوازم المطبخ بعد كده هنشوف مع بعض عندنا القطعة الصغيرة دي اللي بتساعدنا ان احنا ننشر من خلالها الاحذية على الشباك زي ما احنا شايفين مع بعض كده من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجفف الملابس الكهربائي طبعا متعتد الوظائف ممكن تعتبره مجفف وممكن تعتبره مكوى طبعا الساعة بتاعته كبيرة جدا تقدر ان انت تنشفي مختلف انواع الهدوم من اللي بتبقى موجودة عندك وطبعا المجفف ده قابل للطي ومش بياخد عندك اي مساحة في البيت بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من سندق التخزين اللي نقدر ان احنا نخزن فيها البقوليات او الرز او السكر او المعكرونة طبعا بمختلف اشكالها طبعا المنظمات دي شفافة يعني تقدر تشوفي المقدار الحاجة اللي انت بنظماها جوه المنظم ده وهنا معانا مصفة وبيجي معا طبق تقدر ان انت تخسلي من خلاله مختلف انواع الفكهة ومختلف انواع الخضار وبيجي متوفر عندك بألوان كتير وتقدر ان انت تستفيد منه بكذا طريقة مختلفة ممكن تخسلي من خلاله الرز او البقوليات او اي حاجة تانية انت عايزها وهنا معانا مجموعة من القطع المصنوعة من السيليكون اللي تقدر ان انت تقفلي بيها فواهة الحوت زي ما انت شايف معايا كده من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعضها عندنا سلة نقدر ان احنا نخزن فيها الهدوم المتوسطقة ومختلف لوازم الحمام طبعا هي قابلة للطي وتقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار او على جنب الغسالة وهنا معانا مجموعة من القطع السيليكون اللي تقدر ان انت تثبتيها على الحلل او على التصاط عندك بحيث ان انت تسندي عليها اي معلقة او اي مغرفة انت بتستخدميها فوقت الطبيف بعد كده هنشوف مع بعضها عندنا منظم للمكسرات والحلويات طبعا بيحتوي على كذا خانة تقدر ان انت توزعي فيها الانواع المختلفة من الحلويات او المكسرات اللي انت عايزة تنظميها في المنظم ده وطبعا هو بيجي معا غطع عشان يساعدك انت تقفليه ويبقى محكم الاغلاق وغير كده ان شكله جميل جدا وشفاف وكل حاجة متنظمة جواب تبقى بينه وتقدر ان انت تنظفيه وتغسليه بكل سهولة وهنا هتشوفي معايا وانشر حجمه صغير جدا لكن لما بتفتحيه تقدر ان انت تستفيد منه في تنشير كمية كويسة جدا من مختلف اشكال وانواع الهدوء وكمان تقدر ان انت تنشر عليه البطانيات وكمان تقدر ان انت توسعي الروف التاني اللي بيحتوي على العدد كبير من المشابك وتنشر عليه الملابس الداخلية او الشربات وتقدر ان انت تتحكمي بمكانه من خلال العجلات الصغيرة اللي متثبت عليه الحقيقة احنا شايفين مع بعض مجموعة متمائزة جدا من الادوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبع موجودة عندنا سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت بشكل عام لو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى انتوا تدعموني وتدعموا القناة دي للضغط على زجر اللايك ولو عندكم اي استفسار عن اي حاجة تعرضت في الفيديو ده ادرجوا ان انتوا تكتبوا لي في صنة التعليقات وانا حارض عليكم في قرب وقت ممكن تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شوفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معنا في الفيديو ده ووضحنا ازاي ان احنا نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة انها كلها ادوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا وتقدر ان انت تستفيد منها في كذا طريقة مختلفة وبتساهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت اميل الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي حتتعرض معنا في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه يا الحاجة اللي انت محتاجهاها لبيتك والمطبخك وبعد ان انا اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجة ان انت تعرفيها في الفيديو ده جي الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل وساطة وطبعا هم عبارة عن ثلاث طرق تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت متواجدة بيه فبداياتا كده لو انت عايزة طريقة واعتمدة تقدر ان انت تجيب كل المنتجات والادوات دي عن طريق تطبيق عليكس براس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي بي طبعا التطبيقات دي مشكلتها انها تكاليف الشحر بتبقى فيها غالية جدا اما بالنسبة للاسعار البضاعة فهي بتبقى متغوطة يعني في عندك ادوات او انت كانت بتبقى اسعارها معقولة وفي ادوات تانية تبقى اسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة هيبقى ليها استعرم اختنف وعايز اوضح لكم حاجة كمان ان تكاليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا موجودين به يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غنية انما مثلا الشحن الانديكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منصطت شوية او في دول بيبقى الشحن ليها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي تقدروا من انتوا تتندوها على حسب المكان اللي انتوا متوجدين به بعد كده تعالوا لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحديدكم مشكلة تكاليف الشحن وغير صفحات الفيسبوك طبعا الصفحات دي بردو بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كديرة من المنتجات دي بيبيعوها عن طريق الانلاين وبتطعي طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحاوزة او على حسب المكان اللي انتوا موجودة به وطبعا الصفحات دي حتلاقيها لو انتوا موجودة في مصر او في الاردن معرفش بقى لو انتوا بسهلا في السرادية او في الكويت وانتوا تلاقي الصفحات دي او لأ بس اللي عايز اقول لك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا تقدريني انتوا تكتير في خانط البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية كمصر او في الاردن او في السعادية او في الكويت طبعا على حسب البلد اللي انتوا موجودة بيها وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي ابلي كده في فيديو حسب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدريني انتوا تشوفوه وتستفيدو منه اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع او المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي فطبعا بتحتاج لمنك جهة لغاية مثلاء كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيعكم المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا بخانط التعليقات علشان يكونوا يقدر يستفيق من الموضوع ده وبس كده هو ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الجفيد يكون عجبكم وانه كل الادوات والمنتجات اللي تعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم نتنسوش تشجيع و تشجيع القناة بتضغط على زر اللايك ولو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش اسبكم في رعاة الله